ننكبات الفريق محمد هاني واحد من ننكبات الفريق كله كان ليه دور بصراحة حتى لو يمكن استنيت منهم يعني مردود معين مساهمة معينة الفريق مبارح كان نجم الحقيقة في الظروف صعبة جدا واتلاحظ عليهم حاجة كمان بيعيط بعض البطولة وكأنهم ما اخذهاش قبل كده مثلا وانا اخذينها مرة وديت تانية احساسي وانا بشوف في لقطات المعلول والهاني ويعني العيبة الاليوية في ملعب المباراة بتنفجر بكاء حساسي ان اللعيبة دي كمان اتعرضت لضغط قاسي جدا حرك قلت من شوية من رحم المعاناة يولد الأبطال انت مغلوب خمسة في البطولة نفسها في البطولة يعني انت اتغلبت خمسة ولكن الابرة بالخواتيم مع احترامي طبعا الفريق صندونز فريق كبير جدا لا اي فريق ما اتغلبش خمسة حتى من صندونز في النهاية مين البطل في النهاية مين البطل البطل هو الاهلي التاريخ اه النتائج الكبيرة بيسجلها مفيش مشاكل لكن في النهاية هي في عرف قرط القدم او في عرف النقاط واحد زي خمسة زي عشرة دي بتلات نقاط ودي بتلات نقاط لكن طبعا طبقا النتائج الكبيرة موجودة مش هنقدر نمنع دا لكن ده في حد ذاته كان دافع ليك ان انت بعد ما اتغلبت في المباراة اصبح تحديدا المباراة دي لم يعد لم يعد مصيرك في يديك كمان المباراة دي اللي اخطأ فيها مارسل كررر هي اللي علمته يعني هو تستفاد من اخطأه في المباراة دي وبدأ من بعدها لو تلاحظ الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف الا هدفي في النهائي اللي هو ما طبعا في النهائي انت فزت برضه يعني اتنين واحد 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 هناك من الوداد لكن انت حتى طول البطولة يعني بعدها اربعة سفر ضد الكاميرون تلاتة سفر ضد الهلال اتنين سفر الرجاء سفر سفر في كذا وبعدين تلاتة سفر واحد سفر واحد سفر على الترجبي اه اتنين واحد لاني ده النهائي هتقول لي مثلا الوداد سجل فيك تم انت سجلت في الوداد على ملعبه ولم يحرز اي فريق هدف في مرمى في كذا بلانكا وانت اللي سجلت الهدف الاغلي يعني هو هدف وحيد اللي دخل في مرمى جاب البطولة كلها هدف محمد عبد النام فهي العبرة بالخواتين فكانت مش غلط ان انت تغلط الغلط ان انت تغلط ان انت ما تستفدش من الخطأ فهو الاهلي وكلر استفاد من خطأ في المبارادي وكمل المشور وفاس بالبطولة فالعبرة بالخواتين طبعا البطولة تحسب للمجمع كلها وعلى رسم طبعا مرسل كلها عاشو عم ما تبقاش القصة قصة فرحة وبس القصة كمان فيها قصة يعني سميها درس مستفاد سميها عبرة سميها زي ما تسميها بس خلينا نتكلم بشكل عام على منظومة الاهلي يا أستاذ مصر وهنا الهدف مش اسم الاهلي بس الهدف الرياضة المصرية وطول عمر الاهلي طول عمر الاهلي تفوقه ونجاحه بينعكس إيجابا على الكرة في مصر لكن لما بص النهاردة على نادي واحد نادي واحد في المنظومة الرياضية في مصر عنده في مختلف رياضات فرقة بتلعب في كاس العالم يعني عنده في البسكتبول فليق راح كاس عالم في كرة القدم كاس عالم في هانبول كاس عالم ازاي نعزز التجربة دي ازاي نقدر نكرر انا ما عنديش ايمان على فكرة انا شوف التجربة دي تجربة الاهلي دي او العمل المؤسسي في الاهلي ده بالعكس اتمنى اتمنى ان بطولاتنا المحلية تبقى فيها منافسة حقيقة في منطقة القوة احنا الاهلي متصدر الدوري منفرد بالصدارة اغلب العرب تقول ان البطولة تقريبا شبه محسومة بطولة لا تعني بالنسبة لي كجمهور شيء انا احب ان الاهلي يفوز في بطولة في منطقة القوة بطولة تحسن في لحظات الاخيرة بطولة فيها المنافسة تعلي من مستوى زي ما تعلي من مستوى ده يحسب لمجلس الادارة صحمد لان المجلس الادارة النادي الاهلي زي مجلس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ موظفين في النادي موظف في النادي مبارح الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب نجم نجوم قردة افريكا وقسطورة مصر في كرة القدم لعبا واداريا ورئيس نادي وكل حاجة ومع ذلك قاعد الكابتن حسام غالي لانه هو رئيس البعثة هو اللي نزل سلم الكاس ومع اللعب والموضوع منتهى هو راجل كان رافق البعثة وجاور طبعا سعيد المصير فالده لبرتوكولات لكن هو أنا جاي بس مع البعثة لكن في النهاية في رئيس بعثة يعني ما قالش مثلا الفريق كسب فينزل بقى سلم لكن السنة اللي فاتت كان موجود كالرئيس البعثة ونزل وكلمته الشارعية موجودة يعني ده مش عادلة لما قالها المتسبيه وقالها الجاني أمفانتينو وكان واقف رئيس الوداد النهاردة القطر حتى بيدي له فرصة أنه مكون لا أنا مش دوري أنا مرافق للبعثة ولكن الرئيس البعثة هو الكابتن حسام غالي عشان كده هم في النادي الأهلي موظفين تلاقي النجاح جاي من إيه لأنه مش محتاج كلام يعني النجاح جاي من إيبان على الأرض يعني الفرق بين الأهلي وغيره إيه هم قالوا والأهلي فعل باختصار يعني عايز أقول له حركة مبارع ما حدش خد باله كتير من إن الحداشر بطولة لنادي الأهلي الكابتن محمول الخطيب متواجد فيه 82 كان اللاعب هو اللي جابه الجنين هنا اللي مكسبنا 3-0 والجن هناك اللي جابه اللي خده 1-1 اللي خدنا بالبطولة 87 كان قائد الفرقة وبعد كده بقى 2001 و2005 و2006 و2008 و20013 و2021 و2023 كان في مجلس الإدارة على مراحل مختلفة يا إما بقى عضو أو أمين صندوق أو نائب أو رئيس نادي ورئيس نادي طلب بطولات يعني سبحان الله ربنا كافئ محمود الخطيب النسان محمود الخطيب سواء كان لاعب ولا ولا يمكن حتى كان فيه تقرير معمول في سكاي نيوز 40 مبارع كل الناس راحت في اتجاه الفرحة والحديقة لكن قالوا اللاعب الفز والرئيس الاستثنائي لأنه يعني رحلة الـ 11 لقب كلها مرتبطة بالكابتن محمود الخطيب يعني تخيل يعني سبحان الله ده ربنا يعني عايز إيبوه وكافأ بعد كده ومع ذلك لا بيطلع يتكلم ولا بيصرح ولا بيعمل ولا شهر ده ولا ظهر في صورة شايل لهم الكاس مثلا والناس بصور ما عادي بمجلس الإدارة ولا بتاع اللاعبة ده عادي جدا لكن في النهاية البرتوكول برتوكول رئيس البعثة هو الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة لأن نادي الأهلي متعود على كده لأن في يوم بالليام هيمشي محمود الخطيب من رئاسة النادي وجاي بعده اللي هيجي وفيه كوادر جاية كابتن حسام غالي يعني يوم بيربوا الكوادر عشان كده مفيش قلق في مجلس إدارة النادي لأن دائما أبدا بتعمل على لأجل مصلحة النادي وهم كلهم مش بينين يعني مش هوم يطلعوا حتى الناس بتنتقت حتى لما يطلعش هي الفكرة بس أنه لما يبقى عندي منظومة نجحة كده فيها عمل مؤسسي نجاحها مش مرتبط بأشخاص ودي دايلامة القصة يعني في مصر يعني في مصر في أندي كتير جدا ممكن تنجح موسم واثنين